عزيزي المشاهد أحبائي أرحب بيكم في حلقة جديدة من رحلتنا في مدرسة المسيح توقفنا في الحلقات السابقة عند ما نسميه العلاقات العاطفية تحت عنوان اختيار شريك الحياة تحت عنوان العائلة تحت عنوان العلاقات الإنسانية في رحلتنا في اختيار شريك الحياة قررنا نمشيها من الآخر للأول فقلنا إيه هو الزواج المفهوم الإلهي إيه هي مبادئ اختيار شريك الحياة اللي تجعلني أقدر أعيش هذا الزواج الإلهي بناء علي الندوج اللي أنا محتاج له عشان أقدر أمارس هذه الطريقة الإلهية الصداقات اللي أنا محتاجها في حياتي عشان تنضجني فأقدر أوصل للحكاية دي وبعين اتكلمنا أني في رحلتي دي أنا بواجه ما نسميه المشاعر العاطفية اللي بتحدث مرات ما نسميه العلاقات العاطفية المبكرة وأنا عارف أن اللي قلته ليس أفضل ما تودون أن تسمعوه لكن احنا نتكلم عن الواقع فاتكلمنا عن وجود هذه العلاقات العاطفية وبنتكلم عن تأثيرها ومخاطرها وتكلمنا عن أربع حاجات مهمة وبعين أضفنا كلب بيحط حاجة خمسة كمان ليها واسمحولي دلوقتي أتكلم عن بتعامل معها إزاي إزاي أتعامل مع المشاعر العاطفية في سن مبكرة رغم أن يمكن مش كلكو أكيد مش كلكو في سن مبكرة لكن دلينا والملايين اللي بتشاهدنا وإزاي أتعامل مع علاقات عاطفية مش مزبوطة ومش بتبني لكن بتهدم ومش بتقودني في السكة اللي احنا رسمناها ديت أتعامل مع المشاعر العاطفية ديت المبكرة والعلاقات العاطفية المبكرة بصورة تخليني أنضج إزاي بدل ما تاخدني في سكة بعيد عن النضوغ وبعيد عن الخط اللي احنا رسمناه من الكتالوج من الكلمة المقدسة التعامل مع المشاعر دي لازم يبقى على ثلاث محاور برغم أنها حاجة في مستوى النفس على مستوى المشاعر لكن اسمحوا لي أقول أن لا أنا هتعامل معها روحيا وحتعامل معها نفسيا وحتعامل معها عمليا احنا دايما نقول روحه نفسه جسد لا هنا التأسيمة مختلف أعمل إيه روحيا عشان أقدر أتحكم في المشاعر دي وأنا في سن مبكرة أو حتى مش في سن مبكرة لكن عندي مشاعر وأنا مش عايزها ومش بتؤدي إلى علاقة ناضجة بالعكس العلاقة دي مع الطلانيوم وأفاني أني أنا أمشي في السكة المزبوطة التصرف لازم يبقى على ثلاث مستويات مش هتنفع حاجة واحدة تنجح فيه روشتة لعلاج المشاعر العاطفية التي أريد أني أتحكم فيها وأتخلص منها روحيا أعمل إيه عشان أقدر أسيطر على مشاعري؟ أمرة واحد اوعى تصلي للموضوع طبعاً المؤمنين بقى الحلوين لابد يكون عنده الحكاية دي في الصراع معاه يبدأ يصلي يا رب خد المشاعر مني يا رب من فضلك الموضوع ده يا رب صورتها قدام عناية يا رب خلاني ينسى يا رب طبعاً بيطلع من الصلاة إيه اللي حاصل مشاعر كترت انت مش عايز تسمعني ليه؟ يعني انت موافع على الموضوع ده يعني هو منك ولا إيه؟ بتكلم صح؟ ماشي أعمل إيه روحياً؟ وأنا بصلي في محضر ربنا أعمل إيه في الموضوع ده؟ أنسى تماماً ما صليلوش ما حكيش فيه مع ربنا إحنا حكينا قبل كده وصلنا أنا وربنا إن الموضوع ده ملوش لازمة دلوقتي يبقى ده مش موضوع للحديث مرة تانية إحنا حسمنا الموقف أنا وربنا ونفسي قلنا مش ده الشخص مش ده الوقت أياً كان ده مبكر أو في سن قدام لكن مش ده الشخص وأنا عايز أتخلص من المشاعر بتاعتي ديه مش بنتكلم في الموضوع تاني أنا وربنا أما المعمل إيه؟ بشبع بربنا بعمل إيه؟ بشبع بربنا الشبع الروحي بيعوض جانب كبير قوي من الاحتياج العاطفي في الإنسان مع إن العالم الروحي مش هو مستوى النفس لكن الشبع الروحي بيدي للمشاعر الإنسانية راحة وتعويض هائل وبيساعدني إني أدخل في بعد جديد من العلاقة مع المسيح فيها مشاعر الحب فيها مشاعر الحب لما قالك تحب الرب إلهك قالك تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك بيكلم عن مشاعر ومن كل فكرك ومن كل قدرتك مرات كثيرة بيبقى ديه فرصتي كإنسان فرصتي كإنسان إني أختبر وأمارس وأعيش حب بالمشاعر لربنا يعوض الحب اللي موجود في قلبي والجوع للحب اللي أنا عايز أتخلص منه جواهي أنا قلت الحكاية ديه على أن من المشاعر العاطفية ممكن تقودني إلى علاقات عاطفية هدامة المشاعر العاطفية ديه لو أنا تعاملت معها بطريقة صحيحة هتقودني إلى ندوج هائل على المستوى الروحي والنفسي إذا عملك الرشدة اللي بتكلم عنها إن أنا جيت يا رب قلتلك أنا عندي مشاعر ديه ودي مش مظبوطة في وقتها أو ناحية الشخص الغلط مش حقولك تاخدها حقولك إجباعني حقولك خلينا نستمتع بهذه العلاقة العاطفية اللي بيني وبينك سفر نشيد الأنشاد بتكلم عن علاقة حب بين رجل وامرأة وبتكلم عن علاقة حب بيني وبين المسيح وليلي من المؤمنين اللي قدوا لنفسهم فرصة للاستمتاع بهذه العلاقة الرائعة مع المسيح بكل أسف الجانب ده من علاقتي بربنا إني أحب الرب بكل نفسي بكل مشاعري بكل وجداني كإنسان بيخلي بيني وبين ربنا حاجة مميزة جداً وبيعلمني بعد كده إزاي أحب حب جميل ومشاعر مقدسة ناحية شريك الحياة اللي عرفت بيني وبين ربنا ده يبقى موجود هعرف أديه للشخص المناسب في الوقت المناسب ده دواء هائل لمشاعري العاطفية المجروحة ده دواء هائل للفراغ العاطفي اللي بيولد نتيجة علاقة زي ديها تتكسرت أنا أو أنا بحاول أني أنا أخرج منها الاستمتاع بعلاقة الحب المقدس مع المسيح تحب الرب إلهك من كل نفسك واضح الحكاية دي؟ ده تدريب وأعرى نشيد الأنشاد من المنطلق ده وأعرى المزامير من المنطلق ده وأصليها وأعيشها وأقوله رب خلينا نقضي وقت مع بعض وأهيم في الرب وأهيم في الرب وأتفرس في جماله وأتفرس في هيئته وأرى هذا الجمال المبهر وهذا الحب الصاطع وأقدر أتكلم في الكلام ده كلام كتير قوي يمكن مش ده مكانه دلوقتي وإحنا متكلم عن اختيار شريك الحياة واضح؟ على المستوى النفسي إيه التدريب العملي اللي يخليني أقدر أتخلص من هذه المشاعر؟ أو كما حد من إخواتنا قالت أني بقدر أفطسها، أقدر أسكتها، أقدر ألغيها إزاي عملت الحكاية دي؟ إزاي الإنسان يقدر يعمل مع نفسه كده؟ إنه بيقعد يجلد نفسه ويعزب نفسه ومش عارف إيه؟ بالعكس بالعكس أنا بستطيع المشاعر ديت طاقة موجودة جواي والطاقة ديت بتتبع، 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 بتتبع إما الفكر أو العين، واضح الفكرة عايز أقولها؟ مشاعرك بتولد فيك نتيجة ما ترى أو نتيجة ما تفكر فيه، خلي بالك من الحكاية دي وهنا تدريب رائع على مستوى النفس، إن أنا عايز أغير القطر اللي أنا ركبه، فاكرين القطارات دي، من قطار العاطفة لقطار الروح عايز أركب الروح قدام، والعقل بعدها، وبعدين إيه؟ المشاعر بتاعتي، بعمل هذا التدريب على مستوى الروح باشبع بربنا، على مستوى الفكر، بعز نفسي، عزوا أنفسكم بقدر ما ترون اليوم يقرب بعز نفسي، بكلم نفسي، بكلم مشاعري، وابتدي أفهمها، ده مش خيرك، ده مش أفضل حاجة ليك أنت عايز السعادة، ولا عايز الشقاء، أنت مجرد عايز تنفذي رغباتك، ولا أنت عايز الخير الأعظم لك وللآخرين الحب الكامل هو الخير الكامل، أبتدي أعز نفسي، أبتدي أتعلم أن عقلي يسبق مشاعري أني أركب عقلي فوق مشاعري، بأني أكلم مشاعري، وقول لأ أنت اللي لازم تسمع كلامي مش هينفع أنا اللي أسمع كلامك، كفاية أنا أسمعت كلامك قبل كده ودتيني في ستين داية من هنا ورايح، أنت اللي لازم تسمعك، فهمين بقول إيه؟ عزوا أنفسك، التدريب دا أن أغير الأطر بتاعي دوت من قطر المشاعر إلى قطار الروح، دي مسؤوليتك الشخصية مش حاجة يقول رب غير الأطر، فلاقي تاني يوم أطر يتغير دا تدريب مع النفس، دا عزوا أنفسكم، دا بحط لجام في مشاعري بعقلي وبرجع، برجع الفرس دا اللي بلا لجام وبلا سيطرة، برجعه للقاطرة الخلفية تاخد مني قد إيه ديت؟ ست شهور أول مرة هتاخد ست شهور، تاني مرة هتاخد أربعة شهور، تالت مرة هتاخد شهرين بعد كده هقدر أعمل كده مع نفسي في زبوع واحد لأن مشاعري عرفت أني ملهاش إيه حل، هتسمع الإيه الكلام لكن لو أنا كل مرة مش بقول لها تعمل إيه ومش بتحكم فيها هتفضل القاطرة بتاعتي، قاطرة المشاعر يبقى إذن على مستوى الروح أنا بشبع بمحبة الرب وبشبع بعلاقة حب، فأحب الرب بكل نفسي، بكل جوارحي، بكل مشاعري مستوى النفس بعمل تدريب مع نفسي يومي، تلت أم مرة في اليوم، فأكلم نفسي بالحق فأأمر مشاعري إنها تطيعني، فلا أزغي إليها بل أطالبها إنها تزغي لصوت العقل وصوت التعقل أنا واضح بقول إيه؟ أنا واضح بقول إيه؟ المستوى الثالث المستوى العملي، أنا قلت مشاعري بتتحرك بما أراه أو بما إيه؟ أفكر فيه، لو عدت أفكر فيها مشاعري هتزيد، لو قبلتها وشفتها وبصت لها مشاعري هتحصل لها إيه؟ هتزيد ونبص في عينين بعض، والحسى والحسرة، ونسبل عملياً أنا لازم أخذ موقف، ليه أنا بأخذ موقف ولو إلى حين إني أنا مش هتقابل، مش هتكلم في التليفون، مش هبعث ميسج، مش هنخش على اللي مش عارف الإيه، مش هنبعث إيميل، ليه بأخذ موقف كده من الأول؟ عدة أمور أولاً عشان الرشدة بتاعت اللي بعمله على مستوى الروح والنفس تنجح، بدي فرصة للدواء اللي باخده إنه إيه؟ إنه يشتغل لكن الحاجة الأهم، عشان مشاعري تعرف إن أردتي بقت ركبة في قاطرة العقل عشان مشاعري تعرف، بدي رسالة قوية جداً لمشاعري، من هنا ورايح الإرادة، الفعل، الأكشن اللي أنا باخده، مش تبع المشاعر باخد موقف رجولي بسترجل معروحي، واضح اللي أنا عايزة أقوله، فإذا الموقف العمل اللي أنا باخده بالابتعاد دوت، الفترة الأولانية ديت، مش بس عشان أهدي مشاعري، لكن الموضوع أكبر من كده بكتير، ده عشان أدي أعطي فرصة للعلاقة الجميلة اللي بيني وبالمسيح تاخد مكانها، عشان أدي فرصة للتدريب اللي أنا بعمله لتغيير القاطرة اللي بعملها، وعشان أبعث رسالة واضحة جداً لمشاعري عشان أقول لها من هنا ورايح، أنا هعمل اللي أنا مقتنع بيه، مش هعمل اللي أنا شاعر بيه، واضحة بقول إيه؟ تخيل إنك استخدمت هذه الفرصة عشان تعمل التدريب دوت، ست شهور، الندوج العمق، التغيير في قاطرة الحياة، التغيير في الطريقة اللي بتتعلم فيها تتعامل مع نفسك، ضبط النفس اللي بوليس بيكلم أضبط جسدي وأقمع جسدي وأستعبده، حتى بعد ما كرست الآخرين لأصير أنا نفسي مرفوضاً، أندي في كل شيء أضبط نفسي زي ما بيقول لبوليس، التدريب ده عمري ما حارف أقول اللي بوليس بيقوله ده من غير ما عمل التدريب ده مع نفسي، أكبر فرصة بتعلم فيها الدرس اللي بوليس بيقول عليه دوت هو في العلاقات العطفية، لأن العلاقات العطفية هي أقوى، أقوى مشاعر إنسانية، أكتر مشاعر إنسانية بلا لجام، إذا عرفت أضبطها حقدر أضبط الغضب، والشهوة، وحب الطعام، وحب الظهور، وكل المشاعر التانية اللي بتفسد حياتي، إذا لجمت أكبر طاقة ريح جواي، حيبقى سهلة علي أضبط أي طاقة تانية غير منضبطة في داخلي، أنا أفهم ما يقول إيه، ولعكس صحيح إذا لم أتعلم مع هذه المشاعر أني أضح في مكانها، ووجه ليها رسالة، وأتحكم فيها وأقول لها أتعملي إيه ومتعمليش إيه، حلاقي نفسي في لحظات ضعف بارتكب حماقات لا يعلم بها إلا الله، يا ما ناس حبوا زوجاتهم، وبعد السنين من الحب ومش عارف إيه والخلفة وتعودة الحياة يفاجأ بنفسه بيحب واحدة تانية في العمل، سكرترته وعميلة عنده، بنسمع قصة زي ديت؟ ليه؟ لأنه هو ما تعلمش يضبط مشاعره، يجي لي شاب يقول لي يا سيس أنا مهم عندي جدا أني أنا هتبقى جميلة جدا، أقول له ليه يا حبيبي؟ يقول لي عشان أنا عايز أخلص ليها، أنا عايزها تملع عنايا فعايز تبقى جميلة جدا عشان ما بصش ليمين ولا إيه ولا جميل، هو بص باص يظهر، فأقول له حبيبي أنت مش فاهم، أنت مش فاهم، مش جمال شريكة حياتك هو اللي بيمنعك أنك تبص يمين وشمال، لأن الجمال أنواع، وإذا كان جمالها هو اللي حيمنعك أنت أكيد هتخنها، إذا ما كانش ضبط النفس، السلف كنترول، التعفف اللي بيتكلم عنه الكتاب، في حياتي قبل الزواج، مش جمالها اللي حيمنعني، بالعكس إذا كنت أنا بتشد لهذا الجمال فعايزها جميلة عشان أتشد لها، أنا حتشد الميت حد، وحتشنك الميت مرة في حياتي، التعفف هو السلاح، التعفف ضبط النفس اللي بتعلمه من وأنا مراهق، اللي بتعلمه من يوم عرفت المسيح وقلت الروحي يا رب ضع لجام في فمي، يا رب اضبطني في كل شيء، في المشاعر، في الأكل، في الكلام، في الغضب، في كل حاجة، في ناس عصبيين، أنا واحد منهم، ومراتي عصبية، ومنا بنتخنقش، ليولك يعني أنا عصبي، أعمل إيه؟ أنا عصبي، أنا عصبي، أنا عملي إيه؟ العصبي دي صفة وراثية مظبوط، لكن عدم ضبط النفس، عدم التعفف دي صفة مكتسبة، أقدر أتعلم التعفف، فبقى عصبي، بس عندي تعفف، يبقى عندي تعفف، مش عيب أن يبقى عصبي، الغضب لا يصنع مشيئة الله، التعفف بيقدر يخلي العصبي يغضب ولا يخطئ، يغضب ولا يخطئ، ولا تغرب الشمس على غيظيه، بتعلم فين التعفف، بتعلم فين؟ في العلاقات العاطفية، دي أعظم مدرسة، وإذا فيها ما تعلمتش أضبط مشاعري، لا يمكن هضبط مشاعري في أي شيء آخر في حياتي، أنا واضح، أنا واضح، ابتديت أشوف ابتسامة أخيراً، طيب، فاضل الشيت، تحبوا تسألوا؟ ولا ندخل في الشيت، متهيئة اللي ده هيدخلينا نخش على طول ها، اللي فاد ده مقتنعين، المقتنع باللي قلته يرفع يده، عايز أشوف يعني عايز أشوف اقتناء، مقتنع أيها صعب، بس في حل تاني؟ ردي علي، أنا عايز أنا أقشك، مسكي كده المايك كده، اللي قلته ده صعب، آه قوي يعني، ويس قوي، في حل تاني؟ لا هو صح، بس الهو كلنا هنعرف نعمل كده، إيه ده ده ندوك يعني بعيد قوي، ده تسكة للندوك يا إخوة، هل الندوك ده حييجي الواحده؟ انتفقنا الوقت الواحده يعمل ندوك؟ ولا الندوك ده؟ بروسس، بده حصل في حياتي عشان أوصل للندوك، علاقاتي بالناس أوجدت عندي مشاعر، بتعاملت مع المشاعر بطريقة صح، استويت، كبرت، علاقاتي عملت، وهكذا، فهو عبارة عن بعيش في علاقات صحيحة، بتنتج عنها مشاعر خاطئة، بتعامل مع المشاعر الخاطئة والمشاعر الصحيحة بطريقة صحيحة، فبستوي، فالتفاعل الكيماوي لجواي بيحول المنجة الصفرة ديت إلى بورتقانية، عسل، السؤال في سكة تانية غير دي، هتحصل لوحدها، وأنا بديك الأدوات، واللي بقوله ده، اختبار شخصي، سؤال تاني هنا قبل ما نخش في الشيت، اللي عايز يخش في الشيت ما يسألش، اللي عايز يخش في الشيت ما يسألش، فضالي، معلش عندي سؤال بخصوص إن أنا ما صليش، للموضوع ده، وأطلب من ربنا إن هو يكون التعويض الروحي للاحتياج اللابسي، أنا قلت كده، أنا مقلتش أطلب من ربنا بالتعويض الروحي، أو أشبع بي، أنا قلت أعمل كده، خلي باللو طلبت مش أخد حاجة، أنا بس يعني عشان نكون أكتر عملية، المشاعر اللي ما بين الرجل والست ما هياش مشاعر في منطقة عالية دايماً أفلاطونية، دايماً هيكون معاها الجزء الجنسي، يعني في مشاعر المشاعر دي بتحرك المنطقة دي يعني على يعني أعتقد كده يعني، فإزاي أنا اللي هيسمعني ده عشان أنا أكون عملية وبساعده، إن أنا هقوله إن أنت هتلغي تماماً الموضوع ده، والتفكير في الموضوع ده، وتقعد تقول هتصلي المزمور، وتقول يا رب يا رب أنا بشتقي ليك، يا رب أنا مش عارف إيه، طب ما هو ربنا يعني معلش أنا بتكلم بلسان ناس تاني، ربنا ممكن يشبع جزء عاطفي سامي عندي، اللي هو لو على المستوى الإنساني هيبع، لكن في حاجات ما أعتقدش إنه علاقتي وقربي من ربنا، ممكن إنها تتغطى، فعشان كده العلاقات بتطول، وعشان كده بيبقى فيها قيود، وعشان كده العلاقة رغم كونها غلط بتستمر، لأنه الجزء ده بتاع ربنا ده مش واصل للحتة دي، تسمحي لي أجاوب على حضرتك بإني أرسم راس معين، أنا موافق معك جداً، إن الجزء العاطفي لربنا بيملاه جواية من خلال تحب رب إلهك من كون نفسك، سامي جداً عن العلاقة العاطفية مع الجنس الآخر، سامي جداً، لكن ده بيأثر في ده ولا لا، ده ده عمره ما هيختفي في لحظة، أنا قلت بيأخد إيه؟ ست شهور، مينما، ده الأول مستوى عاطفة بس، يعني حب كده أفلطوني، لكن لو في مشاعر جنسية بتتحرك في العلاقة دي، لا بالعكس، المشاعر الجنسية بتتوبة وبالتطهير بتروح بدري أو 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 أو، أنا بتكلم عن المشاعر العاطفية اللي مختلطة بالحاجة الجنسية، حاجة جنسية أول ما بتوب بتروح، ايوة، أنا بتكلم برضو على نفس النقطة، بس المشاعر دي، والمشاعر دي دي أسمى من دي قوي، كويس، بس خليني أشرحها تاني، إذا قلت، إذا قلت إنه قادي منطقة الروح، وقادي منطقة النفس، وقادي منطقة الجسد بتاعة الإنسان، وإذا قلت إنه أنا جاي مع ربنا، بأشبع هنا بمشاعر من الحب على المستوى دوت، والاحتياج بتاعي موجود في المنطقة دي الفراغ اللي تكون، ده الاحتياج نتيجة العلاقة العاطفية اللي موجودة ديت، وأصلاً احتياج ده موجود، العلاقة ديت ملت هذا الاحتياج العاطفي اللي موجود على مستوى المشاعر ديت، ده أسمى قوي من ده، ده موجود في طبقة داخلية أسمى من الحتة ديت، موجودة أعمق من الحتة ديت، إيه تأثيره؟ تأثيره إنه لما ده بيجبع، حجم ده بيحصل له إيه؟ بيكش، ده واخد أكبر من حجمه عشان اللي فوق إيه؟ فاضي، التنك اللي فوق فاضي، فأنا جعان عشان قوي، فالشبع اللي جوه دوت واخد حجمه أكبر من إيه؟ من مكانته قوي، لما اللي فوق ده بيشبع الشبع الأصيل، وده طبيعي، لو أنا أصلاً شبعان بربنا، بيبقى مش بسهولة قوي، مشاعري العاطفية بتغلبني، بتبقى موجودة بس بحجمها قليل، لأن مساحتها بقت قليلة، هي ليه واخد مساحة كبيرة عن حجمها الحقيقي؟ لأن اللي فوق ده فاضي، لما اللي فوق ده بيملى، الدايرة اللي بتاخد حجمها الطبيعي، الاحتياج بياخد حجمه الطبيعي، فبقى سهل أكلمه بقى، وتعامل معاه اللي هو رقم ايه؟ اتنين، إن أنا بعمل تدريب ده، بكلم مشاعري، بركبها القاطرة، واخد بالك، وساعتها إن على المستوى من التحت، ببعث لها رسائل عملية، وبقول لها من هنا ورايح، مش أنت اللي هتملي إرادتك علي، الجسد بتاعي، الأفعال بتاعتي، ردود الأفعال بتاعتي، هتسمع كلام العقل، خلي بالكم من القضية دي دي، لما بكون أنا شبعان جداً عاطفياً في البيت، وعندي علاقات صدقات كثيرة، وشبعان عاطفياً، العلاقات العاطفية بيبقى حجمها جواي دايماً، المبكرة أصغر، والعكس صحيح، لما بكون عندي جوع للحب فظيع، وبكون علاقة عاطفية مبكرة، العلاقة دي بتبقى كل حاجة في حياتي، ولما بكون عندي علاقة بالمسيح، وكون علاقة عاطفية، على طول قلاء نفسي سبت ربنا، متورمة، اختبالك متورمة، بتزق كل حاجة تانية خارج مكانها، لما بامل الفراغات التانية، الحاجة دي بتاخد حجمها الأصلي، فأقدر في التدريب العملي والتدريب النفسي، أني أتحتحق من مكانها، طيب بالنسبة للمشاهد العربي، اللي تربى على أن الأدب في جماله زي مجنون ليلة، وزي قيس وليلة، وتربى على أنه دي حاجة صعب أن هو يسيطر عليها، وبعدين فجأة أنا بوجه له رسالة، بقول له لا، يعني ده ده مش أقوى حاجة، ده دك خيال، اللي تجنن ده عشان ليلة، ولا اللي يمشي في الصحراء، مجنون، اللي أنت تعودت أنك تسمعه في بلدك العربي ده، وافتكرت إن هو ده أقوى حاجة، لأ ده فيه حاجة تانية أقوى، برضو إزاي وصله إنه الثقافة العربية ده هيت، اللي تنشأ عليها لدرجة إن ده قمة الأدب العربي فيما يسمى بالغزل، إنه أقول له على فكرة بقى ربنا ده ممكن يملى الجزء ده خلص، فيش حاجة اسمها واحد يتجنن عشان واحدة، يعني أنا مواثق ومش مواثق، يعني أفتكر الغرب اللي ما عندوش مجنون ليلة، يعني عندو روميو جوليت، والحجم المشاعر برا، والهوى اللي بيتص الناس، الهوى بتاع عبد الحليم حافظ اللي بيتص الناس أقوى بكثير، فده مفتكرش إن دي مشكلة لأننا شرقيين، بالعكس إحنا لأننا شرقيين عندنا ضوابط أكتر، عندنا إحساس أكتر بأن العلاقة ديت مش هتؤدي إلى زواج ناجح، يبقى مفروض أتخلص منها، برا النهاردة الموضاء إنه مفيش علاقة بين الحب والزواج، حب من تشاء وتزوج من تشاء، ومفيش ماناة كمان عندما تتجاوز تفضل تحب ما انت شاء، يعني الانفلات في المشاعر فلم يعود هناك ربط بين الحب والزواج، بقى إدي قصة ودي قصة، وده اللي قابلتوا مع شباب كتير النهاردة في المجتمع الشرقي، يبتدأ يتعدي المجتمع الغربي، يقول لي دي حاجة ودي حاجة أساس، أنا أحب للحب، ولما نيجي نتجاوز يبقى يفتح الله ساعة، يبقى نشوف هنعمل إيه، تجاوزها هي تجاوز غيرها، وعادة طبعا مش هتجاوزها هي، لأننا حبينا بعض وعكينا مع بعض، مش هتجاوز واحدة حبينا بعض وعكينا مع بعض فيها، ملا هتجاوز مين يا بني؟ فبكل أسف الثقافة الجديدة الغربية طبعت علينا كثقافة شرقية، فصلت بين الحب والزواج، الحب الذي لا يرتبط بالزواج في التعريف الكتابي هو خطيئة، الحب المقدس هو الحب المرتبط بالزواج، بحب إنسانة من أجل أني أديها نفسي وأرتبط بها مدى الحياة، لأن الحب هو العطاء، لكن الحب عشان ننبسط ببعض، ده اللي بيقول عنه الكتاب هوى، شهوى، رضية، نجاسة، زنة، يعني دي الخطوات بتاعتها، إن الحب الذي لا يقودنا للزواج في تعريف الكتاب هوى، يعني إيه هوى؟ مش الهوى ده، مش الهوى الأكسوجين، لكن الهوى بمعنى التعريف الكلمة دي في المعجم الحيد عن العقل، الحيد عن العقل، يعني ما بتشغلش مخك، يعني انحرفت عن الشيء المنطقي، بحبها للحب، بحبها للمتعة، بحبها عشان أخذ رحقها، بحبها عشان أستمتع بعلاقة عاطفية، ده ما اسمه حب، ده اسمه شهوى، ده اسمه شهوى ده أنا باشتهيها، الحب يعني بحب إنسانة عايز أسعدها، عايز أحفز عليها، عايز أكرمها، عايزها في يوم الأيام تبقى أسعد إنسانة في الوجود، ومش قادر أعمل كده غير ما أتجوزها، فالحب الأصيل بتاعنا الشرقي مرتبط جدا بالإيه؟ بالزواج، الحب النهاردة الغربي لا علاقة له على الإطلاق بالزواج، ليه علاقة بالمتعة، اللي بيكلم عنه الكتاب من زمان، الهوى، الشهوى، النجاسة، لما أجي بتكلم النهاردة، لما أتكلم عن قيم، بالعكس ده أنا برجع الناس للقيم الأصلية، اللي هي أصلا الشرق النهاردة يقبلها أكتر من أي واحد النهاردة، لو قلت المحاضرة دية للشباب الغربي، مش هيحتجوا زي ما بتحتجوا، دول يعني هيبطحوني، مش حروح سليم، صحيح؟ في أي سؤال تاني، في الجزء اللي إحنا قلنا دا، في الصداقة والألاقات العطفية المبكرة؟ إيه ده أنتوا استسلمتوا قوي، أيوة تفضل، ولا أنا عزته مش عارف، تفضل، هو مش سؤال، على قد ما هو تأييد قوي الكلام حضرتك اللي كنت بتقوله، وخصوصا في حتة الروح، ولنه لما بصلي يقول ربنا يشبعني، ده حقيقي بيحصل، آه بيبقى وقت صعب قوي، آه إنه بيبقى الدنيا، تبقى فعلاً واجع جامد وحاجات كتيرة كده، بس حقيقي ربنا بيتدخل وبيعمل فرق، فأنا، أنا مش بقول كده عشان أتمنظر، بس أنا بقول كده علشان خاطر إنه، لو هي مستحيلة، لا هي مش مستحيلة، هي صعبة سنة، شكراً، شكراً، فأنا بشارك بحاجة حصلت حقيقي، وبتنفع تمشي، وأنا عارف إن ده اختبار ناس كتير مش بس حضرتك، وهي بتنفع تحصل يعني، دي حاجة حقيقة، شكرك، شكرك، أي تعليق تانية وأي إضافة تانية هنا، تفضلي، أنا مش بصلي من أجل الموضوع، لكن ممكن أصلي لربنا أقول له أنا دلوقتي متوجعة، وأنا دلوقتي حزينة، ومن فضلك طلعني من اللي أنا فيه، طبعاً، وكده أنا فهمت من حضرتك إن أنا ما أعملش كده، وإن أنا أحب ربنا أقول له إن أنا بحبك أكتر من أنا أقول له متوجعة، ما أنا قلت له في الأول اللي متوجعة، واتفقت إن يا رب أنا وأنت هنمشي رحلة شفاء للمشاعر المجروحة بتاعتيت، لو كل يوم باجي أبتدي من نقطة الانطلاق ديت، بعمل إيه؟ طيب إفرد أنا بقالي فترة يعني، برجع الوراء، لكن لو أنا بتريد تتحرك لقدام، أنت عارف الحكاية دي مش أقولها لك ثاني، لكن خلينا ناخد الدواء، الدواء هو إيه؟ هو حبك، هو حبك، بدل ما أقول له إيه؟ شوف لك حل، شوف لك حل، الحل هو بيقول إيه؟ استمتع بيه، تلزز بالرب، يعطيك سؤل قلبك، فهو بيقول لي تم استمتع بيه، يعني ده الدواء، دواء الجراح والمشاعر المجروحة هو التلزز، هو محبة الله، فاكرين في شفاء النفس؟ فده الدواء، خد الدواء بدل ما تقعد تقول لي، من حقك تقول لي، قل لي إنك مجروح، وقل لي إنك تعبان، وأول آخر، ونتفق، تعال ناخد الدواء، الدواء هو إيه؟ محبة المسيحة، أوقات بياخد وقت إن أنا مثلا أكون اتعلقت بحد، واخد وقت معي، أنا مش عارفة أحد، وأنا قاعدة معربية، أنا مش عارفة أتلزز بيه، لإني مجروحة، ومحتاجة إن أنا أحكي في جرحي، محتاجة أقول لربنا لأن الموضوع بيزيد معي، ما أتكلمش مع ربنا في ده تاني، هي مرة واحدة أقوله، السؤال، الكلام في الموضوع دوت، بيعالجوا، ولا بيوجعني زيادة؟ ممكن يكون إن أنا عشان بحكي لربنا بخرج حاجة من عندي، ما أنا مش قادرة أحكي لحد تاني، مثلا، أنا خرجتها، لو كل يوم بخرجها، يبقى أنا بخرجها، وبعمل إيه دلوقتي مع نفسي؟ وبحزن نفسي أكتر؟ بالضبط، بس تعيدها جوايا، من حق خرجها، وأتأقيقها قدام ربنا، يعني ما قلش مشاعري لجوايا دلوقتي لربنا، علشان أنا ما ثبتهاش أكتر جوايا، بالضبط كده، عشان ما غرقش فيها، أوكي، عشان أخد الدواء، فاهم قصدي؟ يعني أنا موجوع دلوقتي، فاهم قدوا، آه، 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 خدوا الدواء، مش قادر، آه، آه، مش هاخد الدواء، فاهم؟ بعمل إيه؟ ما استحمل الوجع ورا عامل إيه؟ وأخد الدواء، الدواء يعمل إيه في الوجع؟ يخففه، يخففه، فأنا مش بجاي بقوله خلاص، أنا مش موجوع، أنا موجوع، بس أنا جاي أخد الدواء، أنا عرفت، الدواء محبتك، الدواء تلزز بالرب يعطيك سؤل قلبك، أنا مش بانكر، ولا بأسقط، خالص، بس أنا قلت، وأنا عارف، وجاي أخد الدواء، شكرا، شكرا، فضل، فضل، أنا عندي احتياج، مثلاً لحالة عاطفية، في مشكلة، إن أنا لو مع الاحتياج أدور على ما يناسبني، في الوقت ده، وأنا ممكن مكونش جاهز للارتباط دلوتي، بس ممكن بعدك فترة معينة، يعني أصدق إحنا كان في علاقة عاطفية، وتكسرت وأنا مجروح، هل وأنا مجروح، وخارج ده، أتوّر من هذه العلاقة العاطفية، ينفع دلوقتي أدور على ما يناسبني؟ لا، مش هو أنا مجروح، مال إيه؟ عادي أنا، العلاقة مثلاً بقالها فترة، وخلاص عدت أنا نسيتها، بس، بس حاسس إن أنا كده، يعني، مش متظهر أنا محتاج حد معايا، دي حاجة مثلا، مش عايز عادي لوحدي، لا، يعني حد يبقى، بيهتم بهاي، بيكلمني، بكلمه، أنا مش قصد إن أنا تسلى، بس أنا بفكر إن أنا آه، مش هينفع أرطيبط دلوقتي، بس لو بدور على ما يناسبني بجانب الاحتياج، مش عارف عارف السؤال، لا أنا أنا فهمتك، خليني أجاوبك إجابة برضو، مش عارف هتعجبك ولا لا، بس عقول، أنا بقول اللي عندي، اسمعوني كويس، اتفقنا أن الزواج عالم الإيه؟ العطاء، لو أنا داخل في علاقة، والمقصود منها الزواج، وداخل فيها، عشان عندي احتياج عايز أم لا، أنا داخل بظهري، أنا داخل إيه؟ بظهري، بوصف المنظر ده، وبقوله ده أغلب الناس، كباية فضية، فبتدور على حد يملاها، فلقى كباية إيه؟ فضية، فحطينا كوبايتين الفضيينة على بعض، حصل إيه؟ حد ميلي، ملا؟ وده اللي بيخلي العلاقات ديت، بتبقى مؤلمة، لأن أنا عندي احتياج، والشخص الثاني عامل إيه؟ عنده احتياج، أنا داخل عشان إيه؟ أخد الاحتياج، وهو داخل عشان ياخد الاحتياج، فبنعمل إحباط لبعض شديد جداً جداً جداً، العكس صحيح، العكس صحيح، أنا وأنا بنضج، وبكون علاقات مظبوطة مع الناس، وعندي أصدقائي، وعندي أحبائي، وعندي أخواتي، وشبعان بربنا، وروحي بتنضج، ونفسي بتنضج، بيبقى عندي طاقة هائلة للعطاء، فبدور على شريك حياة أسعده، مش بدور على شريك حياة يسعدني، فأنا داخل من الأول بوشي، مش داخل بظهري، وده اللي بنصح به الناس، لو أنت مش في وقت قادر على العطاء، لو أنت مش كأسي رية، من فضلك ما ترتبتش، ارتبت وأنا كأسي إيه؟ رية، مش وأنا كأسي إيه؟ فاضي، داخل كأسي فاضي، حشحت، داخل كأسي مليان، هعمل إيه؟ حروي، وحقروى، لأن المروي يعمل إيه؟ يروى، وده اللي اتفقنا عليه، في مغبوطن، هو العطاء أكثر من الأخذ، أرجوكو، افتكروا اللي أنا بقوله، ومش بقوله من دافع، أو يعني إن دا حاجات سامية، ومش عارف إيه، ونظرية، أنا بتكلم بطريقة عملية، أنا بتكلم باختبار شخصي، عزيزي مشاهد أشكرك، أحباي أشكركم عشان متابعتكم لينا هذه الحلقة، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، ربنا يحفظك تلميذ للمسيح، آمين. ترجمة نانسي قنقر، ترجمة نانسي قنقر،